طيب دي اخر حاجة كنوصلنا عندها اللي احنا هنتكلم فيها هنا على الويب هول الرامات اللي بيبقى فيها سيلنج رام بيبقى دايما فيها هول صغيرة في الانترميديات فلانش الهول دي لو دمعت او نقطت فلاود سواء هيدروليك بليود او بليود من الويل او ووتر لو انت بتعمل بيديك انديكيشن ان انت عندك انترنال ليك اللي موجود على الشفت نفسه في سيل كده بيكون حصل له دامج فبدأ ما الليك ده يكمل جوه الرامة وما تشوفوش بيجي يطلع لك من الفنت ده او الويب هول للاتنوسفير فساعتها بتانديكيشن انه فيه ليك انترنال ليك في الرامة فساعتها بتحتاج تعمل بليد اوف تفتح الرامة وتغير اللي هو في الاريا دي تهى كروس سيكشن للشفت جوه الرامة وده اللي هو البرامر سيل تمام دي بتانديكيشن لكل رام اللي هو سيلينج رام طيب فيه بعد كده هنتكلم على السينجر رام بيو بي اللي هو السيفتي هيد او ساعات بيسموه الشير سيل بيو بي او سيفتي بيو بي اللي هو لاصت اوبشن او التيرشاري باريار اللي هو الكنترول باريار الاخير اللي هو لاصت اوبشن استخدمه علشان ساعتها تعمل قط او شير للكول تيوبينج و سيل للويل في نفس الوقت طيب ليه بنحط السينجر رام دي عشان نزود الكابيليتي بتاع الشيرينج كباست بتاعت البي و بي ان كيس اوف طبعا بنستخدمه لو فيه هاي بريشر جاز ويل بيسايد النورمال بي و بي او حسب الكلاسي فيكيشن او المانوال بتاع الشركة نفسها طيب السينجر رام ده او السيفتي هيد بتحط فين بتحط اباف على طول الكريسماس تري تمام من غير اي كونيكشن تحتيه علشان دي بقى لاصت اوبشن مفيش اي كونيكشن تحتيه تلايك لو لايكت اي كونيكشن ما بينه وبين في الرام وزود كنترول البي و بي الكواد يبقى الابشن انك تستخدم السيفتي هيد لما تجد استخدم السيفتي هيد او الشير سيل لازم لو انت على البطن لازم تطلع البطن عشرة ادم مثلا وبعدين تقط بالشير سيل فيقوم في سبيس يقع فيها الكول تيوبينج بيلو الكريسماس تريب وبعدين تقفل الكريسماس تريب توسكيور الويل لو ما طلعتش في البطن الكول تيوبينج هتبقى كروس ستيل الكريسماس تريب مش عف تقفل البالبز بتاع الكريسماس تريب واضحة شباب اه نعم واضحة طيب هنا عندك طبعا سيليمج موجود عشان يعمل سيل بعد القط نفسه والشير سيل ده ليه سيبرت كنترول بانل يعني تأكتبه من نفس المكان اللي هو اوتساد اللوكيشن اللي هو فيه اللي هو مجنس شتداون بحيث تعرف تتحكم فيه ليه هيدروليك سيستم بعيد عن الهيدروليك سيستم العادي بتاع الكواد بي و بي بس هذا منين رح ينقطع منين يقطع يعني بيقطع منين ازاي هو هذا مو شير و يعني شير و سيل يقطع الكويل و يسيل الويل و يضرب الكويل في الويل يعني انا هقطع الكويل تيوجين باخر واحد اخر رامة ده ما روش علاقة بالكواد بي و بي الويل هيقع تحت في الويل في الويل وبعد كده هيبقى هو مقفول عامل سيل وتقفل بعد كده يبقى كروسماس تري قفلة و زود كروسماس تري قفلة تمام شكرا يعني كأنه شير مع بعض كأنه كده بس ما روش علاقة بالكواد بي و بي خالق خيب ده الانولور طيب بتاع البيبي اللي احنا قلنا عليه ممكن تستخدمه لو بترن اللونج بطم هول السيمبلي اللي هو في فممكن يعمل سيل على طبعا ده بياخد يبقى ده مش بديل البرايمري باريير اللي هو هو بس بتحتاج بتاكتفه بالبريشا عشان يعمل سيل تمام لكن في النورمال هو مفتوح وبعيد عن ممكن استخدمه لو عندك لو عندك بطم هول السيمبلي رانينج انسايد الويل بيبعبار عن ايه بيبعبار عن باكينج اليمنت اهو وهيد وبستم تدي بريشر في الكلوز البستم بتزه يعمل سكويز للباكينج اليمنت ده يقفل حوالين الكول تيوبينج في الويل تدي بريشر في الطب هنا البورت ده بتاعت الابنينج يبدأ يزق البستم يريح الباكينج اليمنت حوالين الباكينج سببا ده الانولار طيب بيو بي ده اوبشنال ممكن يستخدمه وممكن بتستخدمه مش مانداتري في الريقينج بتاع الكلوز اهو ده الكمبوننت بتاعته هتلاقي هنا closing port وهنا opening port الclosing push البستم يعمل squeeze والأوبنينج port يبوش باك البستم يعمل ريتراكت وده الباكينج المنت اللي هفوت شاك عليه from time to time وده البستم طيب هنيجي بعد كان اتكلم على حاجة اسمها optional طبعا بتركب مع اسمها float او bump and sub البمب and sub ده option طبعا بتستخدم بيبقى موجود دايما تحت وابوف بحيس تعرف تاخد منه او تسركن منه او فده يستخدم لكن الموجود في ده يستخدم وطبعا البمب انصاب ده لازم يبقى فيه هنا واحد فيه بيبقى هيدروليك واحد او لو فيش حاجة هيدروليك هيبقى له اتنين منويل لازم بيبقى فيه بيبقى بريئر دي سم يعني منويل موجود بيولك الmedium pressure stack ريجن قبيب وشكل عمل ازاي لو منزيل 3050 بي الصايا طبعا كوك يون ده بطلنا نستخدم كلها دلوقتي خرنشات بيبقى كده جوز نيك انجيكتور ستريبر واحد بس فلو كروس كواد بي وبي رقم خمسة شير سيل و كريسما ستري لو الكاتيوجري بتاعه من 3500 إلى 7000 جوز نيك وبعدين انجيكتور هيد ديو ستريبر طبعا انا كتب لك الكيسز use with high pressure corrosive environment فيها H2S و annular بي وبي ده optional هنا بعد كده كواد بي وبي واحد وفيه كواد تاني هنا كمان غير رايزر وفيه flow cross with double isolation bulb وبعدين حاطت في الآخر الشير سيل بي وبي طيب دي تعني تسكيرا بي الكل tubing pressure barrier ده 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 barrier ستريبر assembly secondary barrier هو البي وبي سواء كواد او combi combination وال tertiary هو الشير سيل طيب موجود في السيستم اللي هو ممكن يكون الكريسماس 3 bulb فلو كان مثلا christmas 3 3000 يبقى اقصى حاجة ممكن اتست بيها pressure control coin بتاعت هي 3000 او ممكن اخذ safety factor لحد مثلا 2800 بي السواء تمام طيب pressure control equipment بيتعمل لها pressure test بوطر طبعا مش compressible fluid طبعا ولازم بتعمل لها pressure test بال bump قبل مفتح الويل وعرض pressure control equipment ل pressure بتاع الويل عشان لو في leak مش تعرف تعمل control على hydrocarbon release from the lubricator طيب كل حاجة بتعملها test low test high pressure test low test according to the API بيبقى من حوالي 250-350 أو 200-300 maximum 500 بي الساوي ولازم ابدأ بيه الاول عشان بتست هنا ceiling element طبعا اللي بتعمل c للpressure وبعدين من low اطلع لل high ما نفعش اطلع لل high لكي وشكل ال packing element وارجع لل low تمام يبقى 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 low تطلع لل high كله طبعا recorded على ال chart اطلع اطلع تطلع تطلع ويبقى نعمل تطلع تطلع على surface ولازم كمان نعمل على ال ويبقى ولازم نعمل على ال internal barrier ايه internal barrier لل cold tubing اصلا احنا قلنا secondary B.O.B. tertiary shear seal B.O.B. او safety head دول بيعملوا seal around cold tubing حول cold tubing طب from inside cold tubing عشان نمنع pressure لو حصل cut لل cold tubing على surface ان pressure ما يحصل ريليز على surface يحصل flowing ايبقى internal barrier للكول tubing يا شباب اللي هو الدول الموجودين مع ده طب لو حصل failure لل وال وال تقطعت على surface او تكسرت ايه secondary barrier اللي انا اعرف اعمل بيه control على internal عشان نوقف الفلو من جو الكول تيوب السكن dary barrier هنا هي بقى ايه انا كده قلنا ال internal primary barrier هو check valve السكن dary barrier هنا هيبقى sheer ram بتاع الكواد بي او بي هتضطر تقطع ال coil tubing عشان تستب الفلو اللي جاي وبعدين تقفل blind wave او انا قز او 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 وال cool tubing cool tubing check valve field بلازم يبقى فيه tertiary primary secondary from inside primary هو check valve لو field وفيه cut cool tubing على surface يبقى الشير الشير بتاع بي او بي هو بتاع الكواد بي هو اللي اطع لك هو اللي سكر الو طيب tertiary هو بقى الشير في الحالة دي اللي هو الشير في الحالتين سواء internal or outside the cold tube تمام خير الpressure test زي ما عدنا perform low pressure test وhigh pressure test طبعا الhigh pressure test في معظم الفوليسي بتاع الشركاء بيطلع للمكسمم اللي هو بتاع الول هات اللي هو مثلا الجينيس الاسواب valve بتاع الكريسماس 3 لكن في بعض الركومنديشن في بعض الشركات بتفولو الركومنديشن وبعض الشركات ما تتعملش تفولو ليه بيقولك على السايت ممكن تعمل test high test pressure test يعني 1.2 1.3 لماكسمم والهيت pressure متوقع على السيرفز يعني مثلا لو الماكسمم كان 1000 يقولك بدأ ما كل مرة تعمل pressure test بقى 3 تلابي الساية لا نعمل مثلا 1030 بي الساية او في ناس بيقولك بعض الركومنديشن 10% above maximum head pressure يعني مثلا 1100 طيب ليه الركومنديشن دي موجودة طبعا مرصيب انك تعمل بال rated working pressure بتاع christmas 3 الاقل او pressure control equipment نفسها لكن الركومنديشن اتوجدت عشان بيقولك كل ما انت مثلا عندك 500 بي الساعة مش محتاج كل مرة تضرب التست ل3000 ليه بيقولك المور pressure test للاقومن نفسها بتاعت الB.O.B المaterials بيعمر مع الوقت فتيج للميتا بتاع الB.O.B عشان كده هو حط الركومنديشن دي لكن في بعض الشركات بيبدأوا اول تست يعملوا الماكسيمم وبعد كده ياخدوا الB.O.B.C.D. يطبقوها في بعض الشركات بتتشدد جدا ويقولك لا كل التست ده هو الكنترول كلها up to الماكسيمم عندك اللي هو مثلا الريت بتاع كارس مستلي طبعا التست عشان نمنع تكوين الهايدريت زي ما قلنا في اول يوم بعض الاحام بيتعامل بمتشر ما بين الووتر والجلايكل طيب ماينفقش قبل ما تعمل بالنيتروجين انك تعمل بالنيتروجين ده مش صح لانه النيتروجين غاز والغاز هيعمل وهايقلل بتاعة طبعا انتم عارفين كل جب بيتعمل لما بالنيتروجين بتيه جديدة بيبدأ ياخد نامبرز او فاكتور كده بيزد على كامرانا والبرشور والكلام ده طالع نازل وكتورات دي ويقول لك في الاخر ان الريمينينج لايف مثلا بتاع الكول تيوبينج مثلا بقت 80% بعد كل جوب 60 70 هكذا امت اعمل ريجيك للكول تيوبينج من السيرفس اصلا لما توصل تستهلك بنسبة قد ايه هزا تعتمد على الجوبات او على الفترة الجمانية لا مش هي بعتبر على الجوبات طبعا انت بتقيلك الكل بترنه في اليونت ده بيبدأ يحسب بقى تنسا في الكمبريشن ويحسب ويحسب كم رن عملتها في الجوب وييجي بعديها يعمل لك استيميشن كده يقول لك الكل تيوبينج دي مثلا كانت 100% وكونسيوب مثلا 10% 10% من اللايف بتاع ويبدأ مع كل الجوب حسب السير النمبر بتاع الريل نفسه يقول لك الريل دي كل فترة بيستهلك بطريقة معينة نسبة معينة من العمر بتاع الافتراض عند قد ايه في البوليس بتاعت مثلا الشامبرجير او الشركات الانترناشن بيبدأ يقول لك خلاص كده ناخ الكل تيوبينج دي مش هافة نستخدم تاني في لما كونسيوم دي من اللايف بتاع بصراحة ما عرف متأكد بس الانترناشن تطلع روح يلا ماشي وكل الشركات تكسب اكيد بس في المتشن عشان سيفتي ما ممكن تطع منك في وقت تعمل لك مشاكل ودخلك 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 ومصيبة يعني وتخليك تخسر اكتر من الريل الجديدة صح اعطي استعدين فهي البوليس الطموزم الشركات 80% اعتقد الشمبرجر 70 80 80 لما توصل لـ 80% طلع روح هو 80% طلع تروح انت هتطلع في انت و80% من اللايف بتاع كل وتعبين بتبقى رجيكتد ومفاش تستخدمها طيب بتعملوا تست لل بو بي كلها دي في الجوب بالنسبة اللي هنا pressure test اه pressure test كل job كل job يعني كل job ماكيد كل job طبعا تست pressure يعني 1.5 working pressure pressure test بتعرض pressure equipment pressure pressure control pressure test اول تقريبا اسبوع عقال خمس يام سوء تست هو مفهود اول ما تعمل rigging up مستخدمها تست اي ربير بتعمل او disconnexion بتعمل تست على الربير point دي اوكي during operation لو cold tubing دي مسلا الجوب بتاحها هيفضل وقت طويل او 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 انا اشتغلتها بكل شامبرجير كنا شغالين 2 months على وقت 3 لتلاتة وكنا بنعمل logging job وكن نقصها كبيرة كاته امتى عمد pressure test during operation نفسها انا ما جاي فكر pressure test اخد to stand by كنت جاب حلو خبل لا بالنسبة ما مش بداية الرقب كم بداية خلاص لا بيتام طبعا during operation ازاي والله مش هيك ما يعني طب شايك شايك عندك شامبرجير اخد كل سبوع بتام بيتام 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 احنا جوب مالك ما يتغل صفور انا مشكل انا لو اخد لقطة من الاسبوع بتام كل اسبوع سري صح الاستم one ده بيتعمل daily visual inspection على monthly الاستم two ده بيتعمل monthly مفهوض البي وبي يرجع الyard ويتعمله pressure test وcheck في الyard المفهوض يبقى فيه واحد تاني على location عشان يتعمله وفيه واحد بقى annually annually ده بيتعمل بقى لكل component ويتعملها checking وده ممكن يتعمل أو في بعض الشركات يطلبه كل 6 شهور حسب الكلاينت تعالى نشوف بقى بتاعة pressure test هنا اول حاجة عملنا نب على Christmas tree فاول pressure test هيتعمل ده pump وده الليم بتاع bleed off وده الليم ده surface line لحد الريل هعمل ايه هفتح وقف اللور وافتح الطب واعمل pressure test from below هاقفل shear seal واعمل pressure test لنهو behold pressure from below including طبعا surface line ده كلها لحد الانلت بتاع الريل تمام كده طيب التست التاني لو انت عملت nibble up كده ممكن تحط test cab هنا في end بتاع call tubing وتبدأ تعمل pressure test للريل نفسها including الريل flush طبعا الاول وفيه سحب تضرب البول اكبر بول عندك عشان بتأكين انه انه هي تعدم لحبت تضرب بول وتاكتيف اي طول زي ال circulation sub فهنا بتعمل ايه بتعمل pressure test بال surface line لحد against test كيف انت عملت pressure test على الريل كلها بال surface line طيب pressure test التالت بتعمل nipple up اللي هو blind ram اللي هو ceiling ram يعني لازم تعمل pressure test from below فهنعمل ايه التست هيجي من wing valve التاع christmas train against valve ده pressure test يجي من تحت كده يخبط في blind ram المقفول يتعمل pressure test يبقى الرامتين الوحيدين اللي بتعملهم pressure test من christmas tree هم sheer seal و blind بس بقية التستات كلها according to the API بتتعمل عن طريق الريل ده ده الريل طيب تعال نشوف هنا لو عايز عن pressure test لل stripper assembly بضخ من خلال الريل الفلو بيطلع انت قافل هنا shear seal فالarea دي كلها فيها pressure بتشوف هل stripper ceiling around the cold tubing ولا لا ايه التست كمان عايزين نعمل بقى تست على اخر ceiling رام اللي هي البيبرام فالتست ده لازم بتعمل عن طريق الريل هترفع pressure في الريل من البم والpressure ييجي كده الريل الرام مفهول على ال cold tubing وقافل انت shear seal هنا بدلا ما تعرض بقى الswap valve هنا للpressure فوقفل الشير طيب وبعدين يصعد يخبط فيه البيبرام من اسفل يتعمل لها pressure test طيب في الحالة دي انا عايز اعمل pressure test check bulb اللي تضخ من خلاله وبيفتح one way لازم يتعمل له هنا inflow test عشان تتأكد انه بيهول pressure from below ال cold tubing ما يطلقش pressure جوه ال cold tubing هعمله ازاي في الحالة دي اللي flow test رح يصير باتجاه flow هو pressure test هعمل اي بردو يعني هعمل ايه قولي هتعمل كذا انت عمل pressure test دلوقتي اهو الريل فيها pressure وoutside طبعا الريل الانورس دي حوالين هنا مصلا او في pressure اوكي 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 هاز اعمل pressure test على check valve اللي موجودة في الاسمبل اللي هو تحت هنا في الاريا دي هلوخ بالكويل اه وانا ضخيت من الكويل ورده اهو من pressure من الكويل هنشو bleed off بالكويل بزاك الله يفتع عليك هتيجي تعمل bleed off للكويل pressure لجوه الكويل فخليت الpressure اللي تحت اللي في الbeer اللي تحت اللي تشيك valve اكبر من pressure لجوه الكويل نفسه كده عملت inflow test وتشوف الجج بتاع pump لو ما عملش build up تاني يابع انت كده لتشيك valve holding pressure from below لو عمل build up يابع لتشيك valve passing pressure دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تعمل منها pressure test فيه شركات بتبلد للzero وفيه شركات بتبلد لcertain value حسب requirement بس خد في بتاعة تمام شو ما يحصل شي اكبر برة من جوه يحصل collapse المفهوم يا شباب تمام ايه شباب واضح ولا ايه واضح واضح اوكي تعال بعد كده نتكلم على ct bottom hole assembly ايه الstandard بتاعة الcoil tubing bottom hole assembly فيه standard او configuration معين ثابت لازم يبقى in sequence بالترتيب كده وليه كل حاجة لها سبب فاول حاجة الcoil tubing وبعد كده الconnector الconnector اللي بيربط connection ما بين الcoil tubing ممكن يبقى external or internal connection وبيدي connection تربط فيه bottom hole assembly بتاع ثالت حاجة لازم تتحط اللي هو twin check valve two check valve واحد backup للتاني وبعدين بالترتيب release sub وبعد كده circulation sub وبعد كده optional tool اللي هو ممكن تبقى down hole motor jetting bull nose bridge block حسب لوجين tool whatever لحد رغم خمسة دي لازم تبقى بالsequence طبعا release sub الغرض منه بيتقسم نصين ايه connection بالنص بشير sub pin بيتقسم نصين لو انت استقيت وعايز تطلع بالcall tuning وتسيب ال stack assembly في اللي اللي هو circulation sub بترمي بولا البولا طبعا تبقى اصغر من البولا اللي فوق حيث ان هتعدم release sub تنزل في البروفايل بتاعها تبدأ مع تفتح port تقدر تساركل منها لو البطن المتخلال ده اثنين دول لازم يكونوا موجودين ماينفعش مسلا for example احط circulation sub فوق اللي تشيك بالب ليه يلا 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 حاجة مستبقى ماهونا ايه السبب شباب ماينفعش احط مثلا circulation sub فوق اللي تشيك بالب عطوز بل مينفعش السعاد ثاني بول ماينفعش احط circulation sub في الاسمبلي بالغلط احط فوق اللي تشيك بالب لي ماينفعش لي لازم الترتيب ده ماينفعش ال circulation sub يجي فوق اللي تشيك بالب احط فيه circulation sub وفتحت هو على طول هي مفتوح يبقى تشيك بالب مهوش لازم اي حاجة اتعديه في القنص وتخش في الرسم بتاني هو اصلا تشيك بالب مفتوط عشان مايعديش حاجة في كوال كل tubing باك عشان كده circulation sub يبقى تحت شوية تمام طيب تعال نشوف بقى ال connector اللي بتعمل بين external او internal حسب minimum id اللي نزل جواه في tubing بتحد اذا كنت هتعمل connector external اكبر شوية من ال assembly او internal يعني ال coil هي اللي جوة ال connector نفس فهنا coil tubing ده حاجة اسمها dimple connector ممكن يبقى external or internal ده عبارة عن ايه يبقى في dimple tool كده يبقى عبارة عن شوية screws ماسكة coil tubing بالconnection دي تمام وفي orange يعمل ceiling وبين ال coil tubing بالconnection نفسها وبعدين بركتب bottom hole assembly الconnection ده خبارة عن status crew اللي هي دي المسامير دي طيب في نوع تاني اسمه grabble connector ممكن برضو يبقى internal او external يعني grabble ماسك من برة او cold tubing هي اللي مسك يعني الconnection ماسك من برة او من جوو ده grabble عام ازال grabble ده برضو برضو six screw كده وفي orange يعمل seal في type ثالث اسمه roll on يبقى عبارة عن زي rolling tool كده او cramping tool بتعمل rolling للarea دي فبتخلي الcoil tubing مع الarea دي حتة واحدة كده roll on roll on ده طيب شوية ضعيف وبستخدم مع low torque بتنسى strength operation يعني light operation مفاش rotation او مثلا ما بتعمل ميلينج والكلام ده كل المست common طيب الحقيقة اللي بنشوفه هو dimble connector ده بيبقى اقوام وافضلهم في دي design تاني اللي احنا كنا بنقوله عليه لو عندك e-coil job يعني e-line داخل جوه الcoil ولازم تعمل الconnector في الاخر فدي special connector اسمه electrical connector وطبعا لازم تتأكد وتستعليه كويس انه بيوصل الالكتريست من السيرفس عشان تضمن نقل لك real time data من downhole ساعة للسيرفس طيب هنيجي باكدان نتكلم على check valve ده طبعا standard tool different type من check valve فيه اربع انواع نوع اللي هو رقم واحد ده ball check valve balla وفيه نوع تاني اسمه dart شبه شكل balla بشوية كده النوع التالب ده الفلابر والنوع الرابع عبارة عن spring return check valve كلهم one way الافضل بالنسبالي كcall tubing operation انهي نوع منهم اللي بيستخدم احنا صراحة ما عدنا بعدهم الفلابر بس بالعادة الفلابر الفلابر ليه الفلابر علشان لو حبيت تفتح بها circulation sub تطور ريز sub بتحت اللي check valve مع bumping ورا البولة دي الفلابر هيفتح ويعد البولة لكن هو لو spring او bull type البولة اللي بتترمي هتريح مش هتعدل ده السبب انك تستخدم البوابة الفلابر على البومبينج انت بترمي البولة من launcher sub كده موجود على inlet بتاعت الريل وتساركل وراها كباسة الريل لحد ما تحسب حسابات الday volume لحد ما تعمل لها landing في المكان بتاعها اوما تيجي على check valve مع البومبينج اللي في check valve هيفتح هيعد البولة لحد ايه السيد بتاعها اسفل وتعرف تعمل function بتاعتها فدايما بيستخدم flubber check valve فيه نوع خامس بقى اسمه pressure retaining check valve ده شغال تقريبا بال differential pressure طيب فيه بعد كده طول زي release sub release sub ده عبارة ايه عبارة بديها ثلاثة طيب الثلاثة طيب ده الرقم واحد اهو العالمين ده ضع بال عن pull operator release sub يعني برمي بولة من على surface بساركل وراها بتسايد في مكانها برفع pressure بيجي شايفين الشير بن ده البن ده بيجي الكسر بتتقسم الحتة دي two parts اللي فوق ده بيطلع مع ال call tubing وبسيب ال section التاني ده تحت مع stock tool جوه الول ده في حالة طبعا ايه لو انت شدت كزا مرة وخلاص فرازم تعمل release ثاني نوع pressure activating release sub هو شغال بالبولة ودفرنشال pressure inside وoutside ال call tubing في النوع التالت ده اللي هو tension activated بالtension بس فيه limit معين للover بول لو شدت عليه يشير ال screw ده أو المصمر ده طبعا النوع ده مش دائما بنستخدمه لانت ممكن بالغلط شدت زيادة عال cool tubing فتعدي اللمت ده تلاقى نفسك مش عير ال bottom hole السام النوع الاولاني ده هو البولة مع pressure وساعات بنزود مع pressure شوية tension عشان نساعد في release أسرع يعني طبعا شباب طيب تماما فيه بعد كده بقى optional tool استخدمها زي reverse circulation bull nose زي port أو jet nozzle تعمل بها washing أو job acid زي drilling motor تعمل بها rotation ممكن كمان يبقى drilling pit مناسب للsize بالهو اللي انت تعمل تحفر به ده في drilling طبعا application blind box للfishing tool برضو casing cutter نفس تعريبا الفishing tool استخدمها مع string العادي برضو أبل قبل مع call tubing tool تانية بقى هنا اسمها CT tractor ما عرفش اسمها طوانا ولا اسمها طوانا صراحة لا بس اعتقد هي بس مجرد بالهوريزنتل بها مثل اشي اسمها خبر عن عجل اوويل بيساعد انك تبوش في المترجم maximum to maximum dips in horizontal way أو هاي tool بترك for assembly بتاعك ودي عفكرة لها special company بتنزل بتابع عبارة عن wheel كده عجل والwheel ويبدأ يعمل لك pushing ل cold tubing طبعا cold tubing لها limit في horizontal ممكن تعلق فالتراكتور ده بيساعدك انك تبوش ال cold tubing to maximum dips مثلا عشان تعمل lubing أو different stimulation job ودي انا استخدمتها في مرة في نفس الwheel اللي هو ال acceleration wheel نزلنا بيها بس مشكلة انك لازم تبومبنج all the way وانت بتعمل لها activation طيب في حاجة تاني اسمها ctmlt اللي هو لو عندك كذا lateral جوة multilateral دي multilateral tool بتحدد لك انت فين عايز تخش بال cold tubing في اي lateral طبعا كل lateral بيبقى لها مثلا azmus معين داوية معينة فالتول دي شغالة بال bumping شغالة بال differential pressure وبتتحط فوق التركتور tool بتيجي كل circulation مع البم turn البم وشاطر البم التول دي زي ما بتلف التول دي بتلف حوالي 10 دجري عشان تبدأ تبحث عن ال angle او lateral اللي انت عايز تعمل running inside وبتعرف ازاي اول pressure بيبدأ يضرب معينة كان الطول بدأت تخش في اللاترال اللي انت محتاج تنزل جواه دي طبعا بيستخدم في الابر اللي في ملتي لاترال يعني وفيه تلاتة لاترال موزين لبعض كل واحد منه ما عايز تخش تخش تعمل تعمل special job شفتوا ده قبل كده ايوه نسيت شنو اسمه بس هو مستخدمين احنا باكتب جوب ده انت عندوكو اشتخدمتو شامبرجير موجود موجود سي تي تاور اسمه سي تي تاور اللي هو اللي هو اللي انت فيه لو عندك لونج لونج بوتوم هول اسيمبلي بدل ما تجيب كرين وفي ريسك وكلام ده كله بتجيب بقى بتعمل build up للتاور ده وعلى الطب بتحط الانجيكتور بفور جاك ولو عايز ترفع بترفع الجاك من فوق هنا ما بتحتاجش كرين فبيتديك save للأوبرشن نفسها طيب اتكلمنا على احنا بنتكلم في اول المحاضرة بنتكلم على ايه الاسباب اللي بتسبب الكل تيوبينج دامج فتيج او الفاليو في ديفرانت كوزز او فاكتور بتأثر على اللايب بتاع الكول تيوبينج وانا هنا بحاول دايما امانيز اي افكت ممكن يحصل علشان ازود اللايب بتاع الكويل نفسها فمن بعض الاسباب اللي ممكن تأثر على الكول تيوبينج لايف وتعمل الفتيج اللي هو الانترنال بريشور العالي البرشور الضغط عالي جوه الكويل وال سايكل وال بندنج يعني الطريقة مزبوطة للكويل على الريل بيأثر على السترس بيعمل زيادة على الكول تيوبينج لما تيجي تعمل السترس للكول تيوبينج بعد جوب لازم تعمل على الكول تيوبينج وتعمل كافرينج للكول تيوبينج عشان تعمل جين الصن او الهوى او الرياح او الكلام ده كله فبتمنع وبتحفظ على السيرفس كونديشن بتاعة الكويل نفسها الريال ريدياس عامل معاه ففي ريدياس اللي قلنا عليه كلما تزود الريدياس بتدي سترس اقل على الكول تيوبين الجوز نك نفسها اللي بيعد عليها ماكس من بندنج كلما تزود النمبر او الدزاين تاعة الرولر نفسه بيديك لس فليكسابيليتي للكويل وهو معادي over الجوز نجد الرج up alignment لما تاعم الرج up لكول تيوبين في السنتر وانت نازل جوه الويل ده بيمنع ان الكويل نفسي حصل لها سكراتش في البي او سكراتش جوه الويل او في الويل هد فده بيحافظ لك على بتاع الكويل نفسي الكروز في لو بتضخ أسد لازم زي ما قلنا نحافظ على برسنتج معينة من الكوروجان الاخسيا اللود الحمل نفسه اللي على الكويل بيضعف التنسائل بتاع الكويل تيوبينج لو انت هتعمل هنج للكويل تيوبينج في الان وطبعا التراكشن بريشار الفورس اللي بتأبلاي لو زودتها الزيادة على الكويل ممكن مع الوقت تعمل سكراتش ودمج للكويل تيوبينج فده بيأثر على واللايف بتاعة طيب دي اول حاجة اول عدول الكويل تيوبينج اللي انا كنا بنتكلم عليه اللي هو الفتيج اللي بيحصل نتيجة البندنج سايكل اللي هو راوند ستريت راوند راوند ستريت فالوضع ده والكويل تيوبينج طالع نازل وفي انترنال بريشار بيبدأ يعمل افكت على اللايف ويأثر على الكويل تيوبينج السؤال بقى هنا اللي دايما بييجي لو بصيت قد الكويل تيوبينج هنا رقم واحد ده بندنج افن حاصل وبعد كده بيحصل ستريت الكويل تيوبينج وبعدين بندنج على الختة دي رقم اثنين وبعدين ماكسيمم بندنج هنا وبعدين ستريت تاني للكويل تيوبينج هو الويل وانت طالع هيحصل العكس راوند تريب هيحصل رقم اربع بندنج بندنج ستريت وبعد كده ييلد تاني وبندنج اللي رقم ساتة كم منطقة بيحصل فيها البندنج في تلات مناطق هذه واحد اثنين تلاتة بتخذة الويل فالكل تيوبينج في الراوند بتتعرض لتلاتة بندنج سايكل كل سايكل من دول فيها تو بندنج ايفنج حدسين طالعنا هزي فالكل تيوبينج بتتعرض لسيكس ايفنج وثلاتة بندنج سايكل وده اسأل بيجي فيه دايما في الامتحان بيسألك عن نامبرز بتاعة الايفنج ويه البيندنج سايكل اللي بتحصل سروق في الراوند تريب هي تلاتة اماكن بيحصل فيهم سايكل يعني طالع نازل كل واحد باتنين يبقى تلاتة في اتنين بستة هم ستة بندنج ايفنج زي الفجر اللي قدامك بصدر واضح شباب طيب بعد كده هنجي نتكلم على حاجة اسمها ايه 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 بتاعت الكول تيوبين اصلا ولي بتاعت بستخدم تروا الاسم يعني الشكل الهلالي بالعربي كله الشكل الشكل spring متصنعة زي متصنعة downtown coiled acle دائرية cross section بتاع طبعا هي أكيد بعد المانيفاكتشرا ما بيجيش 100% يعني داير يبقى في حتة منها في حتة منها بتبقى شوية فيها أوفل مع الـoperation بقى الـ high pumping pressure جوة القويل تيوبينج مع السايكلينج اللي بتحصل بيبدأ يحصل أوفل شيب للقويل نفسه يبقى زي ما أنا مكتوب كده القويل تيوبينج تبقى طيب هي بتقاس مع الـ inspection أو during the job سعب بيركبه على القويل نفسه رانينج كده طول معينة أو جهاز معين بيئس بتقاس ازاي لما الشكل ياخد شكل الهلال دا بيكون maximum OD هي الـ area دي والـ minimum OD هو الـ area دي مصبور كده فبيحسب ازاي بيحسب الـ maximum OD ويطرحوا من الـ minimum OD ويقسموا على الـ OD أصلا بتاع الـ cool tubing هو around يطلع له percentage معينة معظم الشركات لو الـ availability بتاعت الـ cool tubing في الـ operation زادت عن 5% أكتر من 5% هتبقى الـ cool tubing كده أنا هيزبعه عبارة عن طول during the instruction بتعدد اس للـ availability بتاع اللينس وكله بتاع الـ coil يقول لي فيه section معين وفيه كده ده ريجيكت طيب ايه تأثير الـ ovality أصلا على الـ operation ليه لما الـ cool tubing تبقى ovality في الشيب بتاعها أكتر من 5% برفضها في الـ operation ليه يعني طب ما شغاله وزي الفول ليه المشكلة يعني ايه أكتر عنصر بيتأثر معايا من الـ ovality بتاعت الـ cool tubing الثيكنس بيقل في الـ area دي في الـ oval الثيكنس ده بيكون L صح لما الثيكنس يقل الـ collapse resistance من بره يقل الثيكنس ضعف الـ collapse resistance بتنهار خلاص يبقى اي pressure عالي من بره ممكن يعمل collapse ليه لـ coil دي أول property هذي مني يكون تشوي run and hole يعني الداخل run and hole اغاط اغاطب حول يعني انت هتقسها هتقسها عرير يعني الـ rear كلها بتمررها عشان تقس فيها الـ oval او section معين تشكل فيه طيب ايه المشكلة انه coil tubing تبقى شكلها oval كده شكل الهلالي ده احنا قلنا strength بتاع الـ collapse PL مع الـ reduction بتاع thickness ايه تاني في الـ operation بيأثر معاك لو عندك oval coil tubing في الـ operation بتاعتك نازل في الـ will او طلع من الـ will ايه الحاجات اللي هيتأثر ويجي عندها ويعمل ويجي عنده السيلي السيلي بتاع الـ بيأو بي او الظبط الجوز نيك هيجي عنده الجوز نيك يهنب الـ ممكن ما يعرفش يعمل seal around استك الـ بيأو بي نفسه الـ بيأو بي اللي قفلته على أوفا الـ بيأو بي مش هيديك السيل المطلوب اللي هو مثلا مخصص لتلاتة ونص انت كده بيات اكتر من تلاتة ونص ما يعرفش يعمل لك سيل للول دي كول كنترول عشان كده 5% هي الليمت بتعمل طيب في ايه تاني ممكن يأثر معنا ممكن يأثر معنا لو بتضخ زي الاسمنت وسند لادن فليود يعني فليود فيه سند كسند كنترول اللي هي بيسموها الابريسف فليود الابريسف فليود دي بتبدأ تعمل كونتاكت outside وinside الكويل تبدأ تعمل وير تبدأ مع الوقت تعمل فتيج في الكويل تيوبين ده برضو تقلل عمر الوركينج لايف بتاع الكويل نفس طيب في حاجة تاني التنشن او الهنجينج ويت او النكت الكويل تيوبين بطرة كبيرة بيبدأ يضعف معك التنشن بتاعة الكويل تيوبين مع التنشن يبدأ يأثر معك في الكويل تيوبين بتاعة البايف في حاجة كمان اللي هي الباكلينج عشان كده كنا بنحط الرولر ده او التراكتور عشان يساعدنا ما نصلش باكلينج والكويل تيوبينج تلفش حوالي نفسها ويحصل بوش لكل تيوبينج في الهوريزونتال سيكشن الباكلينج ده سبيشي اللي بيحصل طبعا اكتر في الهيلي ديفييتد والهوريزونتال سيكشن فيه طيب من الباكلينج نفسه الباكلينج طبعا بيحصل مع الكمبريشن عكس التنشن في نوعين في نوع اولين اللي على الشمال ده اسمه سينوسايدل باكلين وفيه نوع تاني لو زودت هنا الوزن زيادة بيبدأ الكول تيوبينج وتتحركش تبدأ تلف حولي النفسها بيبدأ تروح للشكل التاني اللي هو الهيلي اللي هو الشكل الراون ده لو حطيت وزن زيادة الكول تيوبينج وتتحركش بيبدأ ايصر حاجة اسمها لوك اوب يعني حطيت الوزن كله وكول تيوبينج مش مع ده ده بيأثر برضو على الفتيج بتاعة الكول تيوبينج مع الوقت ممكن يعمل لها قط او دمج للفايل كل دي سورس للدامج ونحن نشغلين كده في حاجة كمان فاكرين انجيكتور اللي بيعمل وبيمسك على الكول تيوبينج الفورس اللي بيططع عشان نمنع او نعمل لو انت زودت الفورس بتاع الانجيكتور الانجيكتور على الكويل قد العلامات او المارك اللي ممكن تحصل على الودي بتاع الكويل تيوبينج منبرة مع الوقت دي جاية من الانجيكتور وتشين نفسها دي سورس للدامج والسليب بايف اللي ما احنا قلنا المفروض انه هو يعمل هنج لوزن بتاع الكويل تيوبينج وقلنا ساعتها بعد ما استخدوم لازم اطلع مسافة عشان ابص دي مسلا حصلت في الكويل نفسه نتيجة انه في وير نفسه في الاسليب رام بدأت تعمل كونتاكت مع البيب ودي سورس للدامج ما الوقت ايه كمان الكراك والبيتنج البيتنج الاول بيبدأ يحصل بعد طبعا الفاتيج يعني بيبدأ يحصل بيتنج small hole كده طبعا ممكن البيتنج بيبانش معاك بعناك بس بيبان في الانسككشن خصوصا لو انت في كوروجين في او او كمان الاتموسفير كوروجين او ممكن يحصل او يحصل ده بيعمل ايه بيعمل حاجة اسمها يعني بيقلل بتاعة الميتال بتاعة الكويل نفسه بعد البيتنج بقى لو العملية زادت الهول دي تبدأ توسع تعمل حاجة اسمها الكراك الكراك ده ممكن يبقى ليه كده شكل طولي وعرضي كده وشكل انجل الكراك ده بيحصل ايه بيحصل بعد الهول الصغيرة لو مخطش بالك منها بيبدأ الكراك مع البمبنج يزيد ممكن يعمل قط ولوست للكويل تيوبين في الول في حاجة كمان اسمها الابريشن ده بتقلل الثيكنيس بتاعة الكويل تيوبين وجاية نتيجة ايه يقول لك direct contact with will bore tubular او وحدوث كمان الباكل يعني بيحصل scratch للكويل تيوبينج وهو او احتكاك او لو انت مش مصنطر الكويل تيوبينج في الالايمنت بتاعك فبتيجي الكويل تيوبينج هو طالع نازل يحق في الوال بتاعة البايب او في البي وبي ميتر بيبدأ يعمل لك source للدمج ووير للبايب نفسها from outside حتى هنا بيول لك cam بي برضو long tundle scratch البطولي ده ممكن ييجي اهو contact with sharp edges in will junk ولا حاجة بي و بي equipment وممكن يحصل كمان دمج من spooling وال unspooling وال looting و looting لو متعمل بطريقة صحيحة ممكن يعمل damage او fatig ل pipe نفسها طيب هنكتشف ازاي كل الفيلير او الفتيج اللي بنجود في ال call tubing لازم يحصل حاجة اسمها inspection ل call tubing كل خطرة حسب طبعا ال policy بتاع الشركة وحسب ال ebi او حسب ال requirement بتاعة ال client او تاعة شامبرجير كل كامران لازم بيتعمل لها full inspection او inspection بطارية معينة من الحاجات اللي هي بتعملها inspection ل call tubing بمررها على جهاز كده او system اسمه magnetic flux leakage system ده مثال لما بيعد الكويل بيتعمله 360 درجة cover لل pipe from inside to outside بيكتشف لو في wear بيديك report كامل inner diameter في wall thickness at the a detective corrosion and other defects اي عيوب موجود طيب وبيستخدم magnetic field delay عشان لو في area فيها leak او loss بيبدأ يروح كمية كبيرة من magnetic field نفسه يليك في area دي في report معك ان area دي فيها leakage او drop في meter thickness بتاع نفسك كمان بتعمله pipe عدية ده طبعا mandatory كل كم رنة بتعمل حسب بوليسي بتاع الشركات ومنها بيتحدد طبعا remaining life بتاعت والتوبين دي أدين